ركز معايا كده في الرقم اللي فوق ده مجموع ارباحي ستة وتلاتين دولار وخمسة وسبعين سنت والرصيد القابل للسحبة والله قدر اسحابه دلوقتي هو ستة دولار وخمسة وسبعين سنت الرصيد ده او الباقي الرصيد ده فعلا بالفعل انا حققته او سحبته من الموقع وحاليا الرصيد المتاحة اللي لسه مسحبتهوش ستة دولار خمسة وسبعين سنت هعرفك النهارده بالتفاصيل ازاي توصل للليفل ده حرفيا الحاجات دي انا عملتها بس في يومين تلاتة يعني الرقم ده في يومين او تلاتة يام بالكتير كنت قدرت ان انا حقق اكتر من ستة وتلاتين دولار هواريك كل ده بالتفاصيل يا اهلا بيكم راجعنا مرة تانية معاكم احمد البابلي من قناة الباش مدرس القناة مختصة في فيديوهات راحية من الانترنت ومشاريع الصغيرة فرص العمل اه لو راجعنا هنا مرة تانية كده هتلاقي الرقم ده وتقول لي الشغل ده انا عايز اعرفه دلوقتي وبعد اذنك اشرح لي بالتفاصيل انت عملت ايه عشان توصل ليه الارباح دي كل اللي انا عملته هو اني بعت خدمة على الموقع ده والخدمة دي حرفيا انا بعتها بس يعني بس كده هنا هو انا حطيت تلات خدمات على الموقع كلها خدمات بيع المتابعين هنا تزويد المتابعين على الاستجرام هنا تزويد اللايكات هنا تزويد اللايكات او اه معجبين صفحات الفيسبوك الخدمة اللي بعت معايا هي الخدمة الاولانية باعتها كم مرة يا عم باعتها زي ما انت شايف هنا تلات مرات طيب كسبت اديه كسبت من الخدمة دي ستتاشر دولار تمام اللي هو يعني عشرين دولار بس الموقع بياخد اربعة دولار عمولة فانا كسبت ستاشر دولار هتقول لي طيب وانت بيتبيع متابعين ازاي هو الموضوع صعب يعني ازاي يجيب متابعين وبيعهم للناس الموضوع حضرتك اسهل مما تتخيل كل اللي انا عملته هو اني اشتغلت من خلال المنصة دي او من خلال الموقع ده وهشرح لك كل حاجة دلوقتي بالتفاصيل بس ما تنساش ما تنساش ما تنساش ان انت هتسيب لي لايك حط تعليق عشان ده بيشجعني استمرنا انا استمر وعملكم فيديوهات كتير من النوعية دي وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان تنضم معانا للمسابقة بتاعت الشهر الحالي والمسابقة دي على 100 دولار هنكسبها لعشر اشخاص يعني كل واحدة ياخد عشر دولار شروط المسابقة سهلة جدا وبسيطة انك تبقى عامل لايك سيب تعليق عشان انا بختار الفايز من التعليق وكمان اخر حاجة تكون اشترك في قناة وفعل اه الجرس هسيب لك كمان قناة التليجرام بتاعت المسابقات موجودة تحت فيه صندوق الوصف تعالى بقى هنا نشوف الموقع الجميل ده وهو موقع اس ام ام اي 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 طب الموقع ده حضرتك بتاع ايه الموقع ده بالبلدي كده كل اللي انا بعمله هو اني باخد متابعين من الموقع ده باشتريهم وباعهم هنا على الخدمة بتاعتي وبقدر احقق من خلال الطريقة دي ارباح محترمة جدا جدا هتقول لي طب هو انا ممكن استخدم الموقع ده وازود متابعين لنفسي يعني ازود متابعين على تويتر وعلى يوتيوب وعلى فيسبوك وتيك توك وكل الموقع دي وتليجرام وانستجرام وكل الحاجات دي لنفسي انا لو انا مسلا مش عايز ابيع خدمة معينة لو انا مش عايز ابيع لحد عايز ازود لنفسي اه ينفع عادي خالص وحرفيا هنا الاسعار رخيصة جدا طيب ايه اللي انت هتعمله اول ما هتبدأ الموقع ده هسيب لك اللينك بتاعه موجود تحت فيه صندوق الوصف هتدوس على كلمة انشاء حساب هيبدأ يفتح معاك الصفحة اللي هتيجي دلوقتي دي ركز بقى معاك واز جدا في التفاصيل دي عشان اعرفك اللي انت هتعمله او اللي انا عملته وقدرت ان انا احقق ارقام زي اللي انت شفتها دي بالزبط موقع بيحمل هو هيفتح معنا هسيب لك اللينك او رابط تحت فيه صندوق الوصف عشان تسجل منه وهيبعتك على الصفحة دي بتاعة انشاء الحساب هتكتب هنا اسم المستخدم او اليوزر نيم بتاعك وهنا ايميل ويكون البريد الالكتروني او الايميل ده متاح معاك بالفعل او جيميل ده يكون متاح معاك لان هيجي لك عليه رسالة تفعيل وهنا رقمك بتاع الواتس او اي رقم عموما يكون شغال عشان لو في حاجة في الدعم او كده هنا كلمة المرور او رقم السري وهنا هتعيد الكلمة المرور او رقم السري هتعيدها مرتين وتهنا تعلم على انا لست برنامج روبوت وتدوس على انشاء حساب وبس كده هيجيب لك بقى خطوة ان انت تأكد الايميل بتاعك هتروح على الجيميل هتلاقي زرار تأكيد الحساب هتدوس عليه وانت كده الف مبروك بقى عندك حساب انا عندي حساب فهدخل على تسجيل الدخول بس هدوس هنا على كلمة تسجيل الدخول دي هيبدأ يقول لي اسم المستخدم اليوزر نيم والبسورد اللي انت دخلتهم في الاول ايه وادوس على تسجيل الدخول لو عندك مشكلة دوس على انسية كلمة المرور وهتعمل بسورد جديد انا هنا دخلت على الاكونت بتاعك كتب لي اليوزر نيم بتاعي والايميل وبقول لي اهلا بيك ورصيدي دلوقتي في الموقع سفر هتقول لي ايه ده هو انا الموقع ده بيعوس فلوس طبعا تعالى نرجع واحدة كده هنا دي الخدمة بتاعتي اللي انا بعتها الخدمة دي كنت انا ببيع الف متابع من جماعة انحاء العالم وكنت ببيع الخدمة دي بخمسة دولار وبنفذ الخدمة في خلال تلات ايام هتقول لي ايه ده خمسة دولار طب ازاي خمسة دولار انت كسبت ايه كده يعني انت بتبيع الخدمة بخمسة انت اصلا اشتريت الالف متابع دول ازاي فكز بقى معي هنا لو جينا جينا على كلمة طلب جديد هتيجي هنا على كلمة بحث دي في طلبات كتير زي ما انت شايف بالهابة له زي ما انت شايف مثلا دي هنا انستجرام فولورز متابعين اهي متابعين انستجرام الخدمة دي كل اللي انا بعمله لما حد يجي يطلب مني الخدمة من الموقع ده وبالمناسبة هسيب لك برضو رابط الموقع ده تحت لو عايز تسجل فيه موقع كفيل زي موقع خمسات وفايفر وكده هتبدأ ان انت تعرض البوست بالخدمة بتاعتك انا عرضت الخدمة كان سعرها خمسة دولار جا شخص طلب مني الخدمة خمسة دولار بيسيب لي رابط حسابه بس فيه الانستجرام اخد انا رابط الاكاونت بتاعه بتاع الانستجرام وابدأ ان انا اضيف الرابط هنا واقول له والله الكمية اللي انا عايز ابعتها الراجل ده عايز الف ده نكتب بالانجليزي انا عايز الف متابعة الالف المتابعة لو انت اخدت بالك كده انت واقفين علي بكامي عام اربعة وثلاثين سنت طيب انا كسبت كام من الرجل المحترم اللي انا بعتله الخدمة اخدت خمسة دولار اخد بالك انت شايف الفرقة ايه انت بتتكلم تقريبا في عشرين ضعف الرقم او خمستاشر ضعف الرقم اللي انت عملته يبقى انا كده كل اللي انا عملته اشتريت حاجة بثلاثين سنت بعتها بخمسة دولار وهنا التنفيذ بيكونت خلال تلات ايام بس ده اللي انا عملته بيعت الخدمة دي زي ما انت شايف هنا تلات مرات كسبت منها الستاشر دولار او ايه او العشرين دولار بتاعتي وخلي بالك هنا الرقم كبير ليه لاني انا حطيت تحت اضافات يعني لو انت عايز تشتري الف ومتين متابع اضافيين هتدفع خمسة كمان لو عايز تشتريت الفين وشوية تدفع عشرة عايز تلاتة ربعمية تدفع خمستاشر خمسة واربعين دولار وبيعضوا تمنت ايام طب ما تيجي نشوف انا العشرة تلاف متابعة هيكلفوني كام ادخل على الموقع هلنعمل ريفرش بس هننزل تحت هنا نقول له والله احنا عايزين عشرة تلاف متابعة عشرة تلاف متابعة هيكلفوني تلاتة دولار واربعين سنت تاني هيكلفوني تلاتة دولار واربعين سنت هبيعهم هنا بكام زي ما انت شايف انا عايز ابيعهم بخمسة واربعين دولار انت لو انت عايز تبيعهم مثلا بخمستاشر دولار والبوست بتاعك يجيب هنا او الشغلة بتاعتك دي تتطلب كتير جدا عن موقع يعني تعمل مثلا او ريك مثال انا هنا مغلي الاسعار بتاعتي في ناس تاني حتى باسعار قليلة جدا وبتبيع اكتر يعني عشان تكسب اكتر بتبيع اكتر بص هنا مثلا الشخص ده بيبيع العشرة تلاف متابعة هو بخمسة دولار هتقول لي ايه ده ده كسب ايه عادي كسب هو اشتراهم هنا بثلاتة دولار واربعين سنت وباعهم زي ما انت شايف بخمسة كسب دولار ونص بس باع الخدمة دي كم مرة باع الخدمة دي خمسمية واربعة مرة تمام طيب الشخص ده الشخص ده بيبيع الف متابعة على الانستجرام بخمسة دولار زي بزيه بالظبط بيبيع الخدمة دي كم مرة باع الخدمة دي متين تلاتة وتسعين مرة. وهكزا. الشخص ده بيبيع الالف متابع انستجرام بيبيعهم بمية سبعة وسبعين. اه باسف باعهم مية سبعة وسبعين مرة. ببيعهم بكام? باع الخدمة بخمسة دولار. والموضوع شغال والدانية زي الفل. طيب. حلوة قوي الكلام ده. هتقول لي هو كله بس انستجرام ما فيش حاجة تاني. لا طبعا. الموقع لو بصينا هنا كده. موقع الاس ام ام ده. عنده كل حاجة. لو جينا هنا كل دي خدمات موجودة. ولو جينا هنا كمان في الفئات يبقى احسن. يعني ايه فئات? يعني انت عايز مسلا لوحات الاي بي تي في تاعت البس المباشر. ولا عايز حسابات كانفا. ولا نت فليكس. ولا امازون برايم. ولا اوفيس تلتمية وستين ومايكروسوفت تاعت الورد والباوربوينت والكلام ده. حسابات شاتج بيتي. لو عايز تبيع حسابات شاتج بيتي. اه انستجرام بكل انواعهم. متابعين انستجرام. اه انستجرام مش عارف مشاهدات الفيديوهات على استجرام. لايقات. اه كل حاجة بوس كل خدمات الايه? المشاهدات الستوري. كل الحاجات اللي انت تدخلها. تيك توك. كل خدماته. مشاهدات على التيك توك. المتابعين للتيك توك. يعني مسلا لو جينا هنا مشاهدات تيك توك دي. دعنا هنا بوس. مشاهدات تيك توك. نختار الخدمة الاولانية مسلا ايه? غير محدودة. لو انا هشتري الف مشاهدة على تيك توك بوس. الف مشاهدة. بكامل الف مشاهدة. بسنت طيب لو انا هباعها على الموقع التاني ممكن ابيعهم بكيه ممكن ابيعهم بخمسة دولار يعني ممكن نبيعهم لعشر تلاف مشاهدة اهم بص عشر تلاف مشاهدة على الفيديو واقفين علي انا بعشر سنت يعني ولا اي حاجة مش فلوس اصلا انا ممكن اعمل بوست بالخدمة دي بتاع مشاهدات التيك توك عشر تلاف مشاهدة بخمسة دولار ويبقى انا كده كسبت بالعشر سنت كسبت خمسة دولار شوف انا عملت كم ضعف دي برضو من ضمن الخدمات اللي انت ممكن تنزلها غير تيك توك بقى بص تيك توك بس مباشر شير تعليقات فيسبوك كل حاجة تتخيلها معجبين متابعين تعليقات لايفات كل حاجة تتخيلها كل الخدمات حتى مشاهدات اليوتيوب والاعجابات وكل الحاجات دي موجودة وهنا كل بص والتليجرام بوتات التليجرام وكل حاجة بص وثريتز وتويتر ولينكد ان وساوند كلاود كل بص كل حاجة وتحط الخريطة بتاعتك على جوجل موقعك انت ممكن تنزل الخدمة دي وهتبيع معك كويس جدا يبقى انا هنا بعلمك ازاي تشتري الحاجة بالرخيص وتباعها بالغالي هتقول لي حلو انا اشتريت الموقع ده ادخل ازاي عليه وابدأ ان انا ننفذ الوردر او ابدأ احط فلوس ازاي عشان ابدأ اشتري الخدمة دي يعني انا مسلا عجبتني الخدمة دي حطيت اللينك خلاص بتاع الفيديو اللي انا هجيب له مشاهدات تيك توك وهشتري عشر تلاف وقال لي هيكلفه عشرة سنت عشان ادوس تنفيذ الطلب لازم يبقى معي هنا رصيد طب احط رصيد ازاي هتبدأ هنا تيجي على كلمة اضافة رصيد اللي فوق دي تضغط عليها هيفتح معاك الصفحة دي زي ما انت شايف كده ركز بقى معي انا هنا فتحت معاك الصفحة بتاعت اضافة الرصيد عندك ثلاث طرق هنا للدفع فيه الدفع ده الامن دفع اامن وبعد كده باينانس لو انت حابب تشتغل بباينانس هتختار باينانس هتحط الرقم اللي انت عاستعمله ايداع خمسة دولار عشرة دولار مية دولار الرقم اللي يعجبك وتدوس على دفع هيحولك لباينانس ويخسم الرصيد بشكل تلقائي طب لو انا عايز ادفع بالفيزا او بالماستر كارت او باي بال او الحاجات دي كلها اعمل ايه هتدوس على الدفع امن واحد او دفع امن اتنين وتحط الرقم وليكن مثلا عشرة دولار وتحط رقم تليفونك واسمك خلاص وتبدأ ان انت تدوس على كلمة الدفع وهيبدأ بعد كده ان هو يوديك او يبعط لك لبوابة الدفع زي البوابة دي كده هيقولك والله العشرة دولار دول عاملين سبعة وتلاتين ريال سعودي وهنا حط اسمك بتاع الكارت او اسمك اللي على الفيزا وهنا رقم الفيزا وهنا التاريخ الانتهاء بتاعها والسنة والرقم السري ودوس على بي وهيبدأ ان هو يدفع وبيدعم زي ما انت شايف الفيزا وماذا ومش عافق ايه كل الحاجات دي تقدر تشتغل عليها انا بالنسبة لي بفضل ان انا اشتغل من خلال الموضوع بيبقى سهل بكتير ده كده بالنسبة لخانة الرصيد تمام طب اي خدمات انت طلبتها او اي خدمة عاست تطلبها هتدخل على طلب جديد وتنفذ الخدمة اللي انت عايزة شوف الفاقة شوف انت الخدمة اللي انت محتاجها خدمة ايه بالزبط وتطلبها وتدوس على تنفيذ الطلب الخدمة هتروح في سجل الطلبات هتلاقيها موجودة في سجل الطلبات في حاجة كمان برضو كنت عايز اقولك عليها وهي خانة التسويق بالعمولة لو انت بقى لسه اصلا ما عندك شرصيد خالص في الموقع بس عجبتك الفكرة وحابب تسوق لها ممكن تاخد الفيديو بتاعي ده تنشره للناس او تعرف الناس بالفكرة دي وتخليهم يسجلوا من خلالك يعني تديلهم اللينك بتاعك اللي هيبقى موجود هنا وتقولهم سجلوا من خلالي وابدقوا ان انتوا اشتغلوا بالطريقة دي مقابل اللي انا عرفتوكم الطريقة وهيبدأوا يشتغلوا وكل ما هم هيعملوا اداءة ويشتروا ختمات انت تاخد عمولة 15% من الفلوس اللي دفعوها على الموقع فدي برضو حاجة كويسة جدا تقدر ان انت تشتغل عليها على الموقع ده في حاجة كمان برضو عايز اوريها لك تقدر ان انت تستفيد بيها من الموقع ده وهي خانة الهدايا يعني بص هنا كده لو دخلت على خانة الهدايا دي لو انت عندك قناة يوتيوب وقناة اليوتيوب دي مثلا يعني مش هنقول قناة كبيرة لا قناة صغيرة عادي خالص كل اللي انت تعمله هتسجل اكاونت وتبدأ ان انت تعمل فيديو على الموقع اعمل فيديو على الموقع زي ما انا بشرح الموقع كده وابدأ يبعثه للدعم الفني بتاع الموقع وهيرد عليك وهيدف لك هدايا هيدف لك رصيد على الحساب بتاعك تمام لو انت عندك منتدأ او انت عندك موقع او بلوجر تقدر ان انت تنشر مقالة عن الموقع ده وتقدر ان انت تبدأ تعمل ايداع في الموقع وتشتغل وتعرف الناس ازاي يشتغلوا على الموقع ده تعمل تسويق للموقع يعني وهيبدأ الفريق بتاع الموقع يدف لك فلوس وهنا لو عندك اي مشكلة تقدر ان انت تتواصل مع الموقع تمام? انا كده هنا شرحت لك كل حاجة في الموقع ده تقدر ان انا سيب لك برضو اللينك بتاعه موجود تحت في صندوق الوصف واسيب لك موقع كفيل ان انا قدرت تشتغل عليه او قدرت ان انا حقق منه وانشر الخدمات بتاعتي الخدمات بنفس الاسعار ده بيبيع بص الخمس تلاف بيبيعهم بخمسة دولار والخدمة دي حرفيا لو جينا نحسبها مش مكلفات دولار ونص بالكتير قوي يعني فانت تقدر تشتغل على الفكرة دي وتقدر ان انت تتطور من نفسك ولو عايزين فيديوهات اكتر من النوعية دي فانا مستعد ان انا اقدم لكم محتوى اكتر من نفس النوعية دي احسب لك كل الروبط موجودة تحت في صندوق الوصف شكرا انك وصلت لها الوقت ده من الفيديو ما تنساش اللايك تعليق عشان اختارك في المسابقة اللي جاية واشترك في المعرفة على الجرس عشان تبقى مشترك معنا في المسابقة بقيمة مية دولار هتتوزع على عشر اشخاص شكرا لكم ونتقابل ان شاء الله فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته